قول السائل توفي والدي قبل شهر وفي رمضان الماضي كان مريضا بجلطة دماغية ولا يعرف أحدا بسببها أطعمنا عنه عن كل يوم مسكينا حيث كان لا يقدر على الصوم فهل هذا يكفي أم يلزمنا الصيام عنه لا يلزمكم صيام عن والدكم ولا صدقة عنه وذلك أن من ذهب عقله ولم يستطيع التمييز فإنه حينئذ ينتفي التكليف عنه وما دام أنه قد جاءته الجلطة في رمضان واستمر بعدها أشهر فإنه حينئذ لم يتمكن من الصوم والواجبات إنما تتعلق بالتمكن وهو لم يتمكن من ذلك وما دام أن عذره استمر إلى وفاته فإنه لا يلحقه شيء ولا يجب عليه قضاء ولا كفار ولا شيء ومن أخرجتم عليه نفق فإنكم حينئذ تحسبونها من أموالكم لا من ماله لأنه لم يجب عليه أن يفعل ذلك لا